عند الشيعة بالقرونة في زمن الأئمة إنما اختلقوها بالقرن الرابع ورميد سنة من وفاة الإمام العسكري صارت العقيدة الاثنى عشرية هس أنا مارد أبحثها بالتفصيل بحثها بالكتاب مفصلا بس أريد أتوقف على فيديو شفت آخر شيء تحدث عن رسائل الإمام المهدي إلى الشيخ المفيد طبعا هناك رسائل عديدة نقلت عن إمام المهدي في أيام الغيبة الصغرى وهذه بعدين الغيبة الكبرى على الأساس إنه إمام كتب لسنة 410 و 422 رسالتين جاي الشيخ المفيد الشيخ زين شلون جت الرسالة للمفيد مكتوبة أولا الشيخ المفيد لم يروه هاي الروايات أحد من كتبه أبدا إنما رواها منه رواها عنه بعدين إجوا الطبرسي في الاحتجاج وابن شهر أشوب رواوا هذه القصص عن الشيخ المفيد أنه الإمام المهدي بعت له رسائل بعت له رسائل ذكر أبن شهر أشوب في المناقب والطبرسي في الاحتجاج أن المفيد أخرج نسخا من رسائل هو ديرون بورا 100 سنة ذولة إجوا بعد الشيخ المفيد كاتبين قاله أخرج رسائل الشيخ المفيد هاي نص كلامهم الشيخ المفيد أخرج رسائل قال هاي الرسالة كوبي مو بنفس الخط هو بقلم إيده مكتوبة بقلم إيده قاله إن الإمام المهدي قد بعثها إليه شلون بياه بريد مسجل دي أشاءال شلون إجدت الرسائل للشيخ المفيد ديك الأيام يقول الشيخ المفيد حسب ما ينقلون ذولة ابن شهر آشوب والطبرسي يقول قد بعثها إليه بيدي أعرابي أعرابي يجعون بدوي من الصحراء وقال لي يا با هذا بريد دازلك بريد تفضل هذا الرسالة جائتك طيب الأعرابي من وين جاب الرسالة هذه الرسالة الإمام المهدي بخط رجل آخر مو بخط العرابي الأعرابي قال فأدو واحد أعطاني هالرسالة دع أعطك إياها أنا زين ذاك الكاتب الكاتب الرسالة هل هو الإمام المهدي لا مو الإمام المهدي يقول أكو واحد آخر أملى عليه الرسالة على ذلك الكاتب لاحظتوا كيف يخاطبوا فيها بعدين الشيخ المفيد يقول له الأخ السديد والمولى الرشيد والمخلص الناصر وملهم الحق ودليله والعبد الصالح الناصر للحق والداعي إليه بكلمة الصدق إلى آخر الرسالة طيب بدح بها هسا أنا أجيب رسالة اليوم لكم أقول لكم يمام المهدي داز رسالة الأحمد الكاتب ويمدحها وإلا أنت المصلح أنت المرجع أنت القائد أنت العظيم أنت الكذا أنت الكذا وأنا أراويكم إياها بخط إيدي أنا زين موني جاب لك هاي الرسالة كيف عرفت جايتك من يمام المهدي أحمد الكاتب أقول لكم بريد جاب لي إياها فهد واحد بدوي بالبريد ذا فهب صندوق البيت وراح زين من أقرأ الرسالة فهد واحد مجهول كاتب الرسالة كاتب الرسالة وقل لي لا تطلق خطي إلى أحد لا تراوي الرسالة الأصلية إلى أحد أنت أنسخها بيديك وراويها لناس إذا ردت تراويها لأحد قل هاي شوفوا هاي الرسالة مع الإمام المهدي بعتليها زين وذاك صار عندنا أدة مجهولين واحد عن واحد عن واحد لو صحت الرسالة لو فعلا ثبت الشيخ المفيد كان جايب هاي الرسالة كما يروي ابن شهر أشوب والطب رسي أنا كنا نشك بكلامه نقول لا أنت كاتب نفسك وقاعدت تفترض أنه إمام مهدي دزلك يعني تضحك علينا شون دليلك أنه هاي خط إيدك أنت كاتب الرسالة وأنا الرسالة الأصلية ما يراوينا رغم أنه واحد مجهول هاي افترض واحد بالبريد يكتبت رسالة ودزل سيستاني أو دزل الماضي أي ما رجع يقول له أنا شفت إمام مهدي وكتب لي رسالة وقال هذي أنت أكتبها ودفها بالبريد وخلت توصل لسيستاني أكو أحد يصدق مع كل هش كنا نصدق روايات عن إنوام مهدي اللي هو ما حد ما شايفه ولا أحد يعرفه ومفترض مضمون بالوهم بالظنون سوينا اختلقناه بالوهم بالظنون وقمنا ننسج عليها رسائل حتى يعني وقاعد هذا الشيخ عبد الحليم الغزي حقيقة واحد يتأسف إليه هالعقل وهالمطالعات والمعلومات والكتب ومصفطين على الطاولة ومالته إزيان أنت مش فيه تفكر أنو هاي رسالة شلون صدقت بيها بس أدي أحرف شلون صدقت بها الرسالة هذي وبيها كلام بإنتقد الشيعة وليش من حرفين صايرين طيب أنت منعرفت شلون صدقت هش بساطة بسداجة يعني إلى هالدرجة السداجة حطفل واحد صغير لو تقول لي يا أبي إجدتك رسالة من معلم مالك من المدرسة ومو بخط المعلم هذا وما يعرفه ما يصدق بيها فشلون صدق بيكي رسائل وش الأحاديث وأدعيه وزيارات وكذا كل من هالقبيل اختلاق فيه اختلاق وهو لأنه المنهج ما للعقلي منهج الأخباري المنهج الأخباري منهج أحمد بن حنبل وأهل الحديث ما كان يقبلون واحد ينتقد الروايات فهو سني عبد الحليم الغزي ينتهج المنهج السني ودائما يتعارك ويا الشيعة ليش أنتم ماخدين ألم الأصود أو ألم الرجال ليش تنقحون الروايات إزياني مثل لك لحد نجي ناخد الرواية ونصدق بيها حاصلا هو الشيخ المفيد ما قايله نجي عندي رسالة وورا ميتين سنة ميت سنة إجي واحد ألف كثير رسالة نسابها للشيخ المفيد مثلا وحتى لو افترضنا في زمانه هو قايلها شو نصدقه الآن لو إجي واحد نرجع قال لك والله اللي ما مهيد إجيز الرسالة همصدق بالله من عندك ما تقول لشلون وصدق رسالة من وين من يعرفت مثلا هذا تخلف عقلي حقيقة تخلف عقلي ويفتحنا في دبار للخرافات والأساطير ويخرب الدين ويخرب مثلا بأهل البيت ويخرب الحياة مالتنا افترض بكرة المهدي إمام مهدي أسدق رسالة قال لك الدستور حرام والديمقراطية حرام والانتخابات حرام شو سوي انت بعدين طبعا انت الآن تقول لديمقراطية حرام ما تؤمن بالديمقراطية ولا بالانتخابات بس لو أقل لك أو أقل لك بالعاكس يا بي يا شيخ عبد الحيمي غزي بكرة تجيك رسالة بالبريد بس ما دل عنوانك وين أنا ممكن أجزلك الرسالة أو قل لك المهدي شفتها وكتب لها رسالة قال لك الدمقراطية واجبة والدستور واجب شو سوي انت تغير رأيك ولا تبقى على أرائك القديمة على أرائك القديم يعني شوية لازم ننتقل مع ناسف الشديد يعني نشوف هالمشاكل لأدنى مشاكل